اشتركوا في القناة 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 هل أنت مستعد؟ من أنت أيها المتطفل؟ دارتنيان من جاسكينو جرب سيفك معي لا تغامر بنفسك جاسكينو اسمع أيها القروي هل تظن أنك يمكن أن تكون ندا لي؟ أنت واهم يا هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يهاجم جريحا واجب علي على كل حال أن أشكرك شكرا أيها السيد ما اسمك؟ اسمي دارتنيان أنا قروي من بلدة جاسكينو الفرسان الثلاثة هم أدوس وبورتوس وأراميس كان حلم دارتنيان أن يلتقي بهم بعدما سمع عن بطولاتهم وشهامتهم فكيف الآن؟ وقد أصبح صديقا لهم وهناك في قصر اللوفر سمع الملك لويسو الثالث عشر أن دارتنيان والفرسان الثلاثة قد انتصروا في معركتهم ضد حرس النبي ليشيليو فدعاهم إلى القصر وبالغ في إكرامهم رائعون جدا أيها الفرسان انتصرتم على حرس ليشيليو هذا جيد جدا بل رائع أن تحققوا نصرا على حرس النبي ليشيليو أنتم فرسان الملك ومع ذلك لا أسمح بالصراع بين فرسان المملكة لم أفكر أن مليكنا سيعطينا كل هذا الذهب الملك لا يبخل على فرسانه أبدا لقد أعطاني وسام الفرسان الأبطال لأنكم دافعتم عن سمعة فرسان الملك ضد من أراد النيل منهم شكرا جزيلا أيها القائد إنه وسام الفرسان وسام الأبطال وشرف فرسان الملك عنوان صداقتنا حتى آخر العمر أيها الفرسان إنه عهد الصداقة عهد فرسان العدل ومضت الأيام والأشهر ودارتنيان أصدقاؤه على هذه الحال جاء أخوك باكنجوم لماذا عرضت نفسك للخطر يا أخي فالملك غاضب جدا منك لقد أتيت لكي أودعك قبل أن أسافر يا أختي أصدر الملك قرارا اليوم ينفيني فيه إلى خارج حدود المملكة ما كنت أعلم أنني إذا هزمته بالمبارزة سيغضب كل هذا الغضب ويصل الأمر إلى هذا الحد كيف دخلت إلى القصر يا أخي لقد أمر الملك الجميع بمنعك من دخولي تنكرت بزي مصففة الشعر وخدعت الحرس ودخلت إلى غرفتك هل سترحل الآن يا أخي لا بد من إطاعة أمر الملك أنسك هذا العقد غال عليه وكأنه جزء مني خذه معك إلى من فاك يا أخي ربما لن أراك ثانية خذه يا أخي الودع الملكة أنو التقت أخاها باكينغ في القصر وتحدثت إليه لقد خالفت الأوامر كما أنها أهدته دموع إسبانيا وأهدته أيضا عقد دموع إسبانيا هدية زوجها لها هكذا الأمر جيد سألف هذا العقد حول عنقها وعنقه حتى يختنقاه كان لشيلو يكره الملكة القروية التي أحبها لويس الثالث عشر في إحدى رحلات صيده وحملها إلى القصر لتصبح سيدته نجحت في إبعاد باكينغوم وبقيت وحيدة أيتها الملكة القروية المتعجرفة راح يفكر لشيلو بحيلة جديدة ولم يجد بابا إلا العقد أما دارتنيان فكان يتابع حياته بصورة عادية سيد دارتنيان تصبحين على خير أيتها الأنسة انتظر قليلا سيد دارتنيان ماذا تريدين يا أنسة؟ الأمر مهم جدا ماذا مهم؟ أيتعلق بي أم بك؟ لا بي ولا بك الأمر يتعلق بسيدة جلالة الملكة آنو الملكة آنو؟ ما نوع الخدمة التي تشرف بها جلالة الملكة آنو الفارس دارتنيان؟ الملكة واقعة في ورطة كبيرة الملكة في ورطة؟ ماذا تفكر الملكة؟ لا شيء يا مولاي، أنا حائرة بما سألبس في حفل التتويج القادم وحسب أهام ما رأيك أن تلبس العقد الذي أهديتك إياه في عيد زواجنا الماضي؟ ماذا؟ هكت دموع إسبانيا؟ نعم، لقد نبهني لشيليو أنك لم تلبسي هذا العقد منذ مدة طويلة يا جلالة الملكة، وأنا أريد أن أراه حول عنقك لشيليو قال ذلك؟ حكى لشيليو المكيدة ببرعة الملك غاضب على باكينجون، لأنه هزمه بالمبارزة، وأمر الجميع بعدم لقائه والحديث معه الملكة خالفت الأوامر، وأهدت عقد دموع إسبانيا أسمعتي ما قلت؟ سمعاً وطاعة يا جلالة الملك، سألبس ما تأمر به موعدنا في الحفل إذن يا إلهي، لابد أن النبيل ليشيليو قد عرف أنني أعطيت العقد لأخي، لذلك يجب أن أفوت عليه هذه الفرصة، وأسترد العقد بأي ثمن، لكن كيف؟ كيف؟ إذا عرف الملك أن سيدتي قابلت أخاها وتكلمت معه، فسيطردها من القصر، هذا إذا لم يأمر بسجنها والدليل الوحيد للقائها معه هو العقد معنى هذا، علينا أن نحضر هذا العقد مهما كانت الصعاب وغلط التضحيات، سأحضر العقد، أعدك أنت فارس شجاع لكن علي أن أخبر قائدي لن يمانع دوريبيير إذا علم أن الأمر يخص جلالة الملكة إذا سأخبره بأنني ذاهب الآن، هيا بنا هل قلت أنك ستذهب إلى البلاد التي نفي إليها باكينجوم؟ نعم أيها القائد توريبيير، ولكنها بعيدة جدا أنت مستعد؟ أجل هكذا أعرفك أيها الفارس البطل، فهيا أسرع بالرحيل لكي تسرع في العودة كذلك، وتذكر أن جلالة الملكة تعتمد عليك في هذه المهمة أرجو أن تثق بي يا سيدي القائد ماذا تقولين؟ أرسلت فارسا لأخيها ليأتي بالعقد؟ اسمه دارتنيان يا سيدي، ولكن لا تقلق، سأوقفه مهما كلف ذلك مالك عهد الفرسان عهد صداقة دائمة دارتنيان لما تريد الذهاب وحدك؟ وهل الصداقة أن تقاتل بمفردك؟ الواحد للكل والكل للواحد أخبرنا القائد أنك ستذهب في مهمة القائد أخبركم؟ دارتنيان إن لك دينا في عناقنا أنقذتني من الموت المحقق على يد جوسك المتوحش وهذا يعني أنك أنقذت شرف فرسان الملك لويس الثالث عشر وهكذا رحل دارتنيان برفقة الخسان الثلاثة من أجل العودة بالعقد ولينقذ الملكة من هذه الورطة كبيرة باستطاعته أن يأكل ثورا كاملا الحق في هذا على الملك لويس فهو كريم مع فرسانه ماذا قلت يا هذا؟ ليس في فرنسا كلها من هو أكرم من سيدي لشيليو لا لويس لا ما صرت غضبي؟ تتجرأ على إهانة الملك أمام فرسانه؟ لا تصغي إليه يا بورتوس هيا جرد سيفك سأجرده لأقطع به لسانك ومن تكونون أنتم؟ مهما كانوا فاتركوهم لي وارحلوا ولكن كلام بورتوس صحيح هيا بنا والآن يا هذا لنقضي وقتا ممتعا أظن أنك فعلت هذا عن قصد أيها الرجل فلماذا فعلت ذلك؟ هيا تحرك بسرعة أراميس لا تخاف يا دارتنيان سيتولى أمرهم الجبانان لقد هربا لكنني هنا حسنا والآن أيها السادة فلنتحاسم لقد تركنا بورتوس وأراميس مع الأعداء ترى هل انتصره؟ لا تقلق على قوة الفرسان الثلاثة نهائيا الجميع بخير أصدقائي سيوف مصنوعة من الفولاذ الذي لا إليه لم يبقى لغيرك في هذا المكان وهناك رجال يقارعون الموتى الآن من أجلك إنهم معك أيضا يا مولاتي هل نمتم شيدا أيها السادة؟ أجرة الغرفة يحتفظ بالباقي ماذا؟ والآن إلى الميناء لنركب سفنة التاسعة هيا يقودكم مزيفة ها؟ أنتم مزيفان ماكران ما هذا الكلام؟ دارتنيان كفى علينا أن نتوجه إلى مكان باكنجوم أمنك نسيت المهمة؟ ما تقوله رائع أيها الفارس تتوجه إلى مكان باكنجوم أليس صحيحا؟ من أنت أيها السيدة؟ لا يهمك بقدر ما يهمك أنك لن تستطيع اللحاق بالسفينة ستنطلق في التاسعة إذهب ورهق بالسفينة هيا اشتركوا في القناة وركب السفينة وتوجه إلى حيث يقابل باكنجوم ليعود بالعقد قبل حفل التتويج هذا هو العقد يا دارتنيان تفضل الذكرى التي أعطتني إياها أختي لأتذكرها في غربتي لن أخاف عليها ما دام حولها أمثالك شكرا سأفديها بعمري وجاء يوم ذكر التتويج العربات معدة اطمئني يا سيدتي لابد له أن يصل مولاي هناك الكثير من الخضور هذه الليلة ذكر التتويجي يا لشيليو صحيح ولكنني لا أرى جلالة الملكة تجهز نفسها لتكون نجمة الحفل من دون منازم كعادة كل النساء لعل الملكة لا تنسى أن تلبس عقد دموع إسبانيا يا صاحب الجلالة والرفع لأن المنظر سيكون محرجا لا تشغل بالك بهذه الأمور أيها النبيل لأن الملكة لا يمكن لها أن تعصي أوامري سوف نرى كيف سترتدي الملكة العقد هل تمت العملية؟ بالتأكيد سيدي أحسن أحسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تتخلى عن صديقك لأنه كالسيف تذكر ذلك جيدا يا ابني صحي جلالة الملكة الآن سيدة قصر اللوفل كيف حزرت عليه؟ مستحيل دموه إسبانيا أجمل ما رأيت هل الملكة راضية؟ إنها تشكرك وأنا كذلك ولكن هذا النجاح ليس لي وحدي بل لأصدقاء شاركوني فيه إنهم شجعان مثلك أجل لا يهابون الموت في سبيل العدل وأين هم الآن؟ لماذا لم يأتوا معك؟ لم يأتوا لأنهم لن يأتوا لقد ضحوا بحياتهم من أجل أن أنجح في مهمتي يا لهم من مساكين الصداقة لا تموت يا صديقي مورتوس أرميس أتوس أهلا بكم يا أصدقائي وهكذا استطاع دارتنيان برفقة الفرسان الثلاثة أن ينقض الملكة آنو من فخ الماكر لشيلو وليعج دارتنيان وأصدقائه حماة للخير وللعدل